أحمد زكي وسعيد حسني والشغم كان وحش على بعض أحمد زكي كان بيقول دايماً إن سعيد حسني تبقى ضرته في التمثيل كان شايف إنها الموهبة الكبيرة اللي قد موهبتها العظيمة سعيد حسني برضو كانت معجبة بي قوي أول ما طلع بس للأسف الموهوبين الكبار دول ما نجحوش أبداً مع بعض لدرجة إنه تقال عليهم والشغم وحش على بعض علاقة زكي أو زكاوة زي ما كانوا بيندهولوا زمان مع سندريلا سعيد حسني بدأت مع فيلم الكارنك وقتها زكي كان لسه وجه جديد أثبت إنه ممثل شاطر وفرصة بطولة الكارنك كانتها تختصر كتير قوي في مشواره الفني بس اللي حصل إن المنتج اعترض في آخر لحظة وطلب نوري الشريف يعمل الدور ده وقتها زكي اتقهر قوي لما ترفض علشان لونه أصمر وتقال مش دا اللي يطلع حبيب سعيد حسني يعني بس دارت الأيام ولفت الأيام والاتنين اتقابلوا تاني في فيلم تاني بس كان عامل أخوها اللي خلص منها في الآخر أيوة هو فيلم شفيئة ومتولي بعد كده اتقابلوا في فيلم موعد على العشاء وهنا كان في فعلا بينهم قصة حب رائعة بس قفلت بصدمة لما حسين فهمي خلص من أحمد زكي في فيلم علشان سعيد حسني طب إيه مش هيتقابلوا تاني في حاجة تمشي للآخر كويس؟ هو لازم مرة هي تموت ومرة هو يموت مفيش نهاية سعيدة يعني؟ آفي بس للأسف مش سعيدة عليهم في الواقع أحمد زكي وسعاد حسني اتقابلوا في فيلمين من أهم الأفلام اللي اتحمسوا ليها بس للأسف محققش أي نجاح خالص كان فيلم الدرجة الثالثة مكان الفيلم من إخراج شريف عرفة والمفروض إنه كان ينجح قوي علشان حكتين اتنين الأولى إنه بطولة زكي وسعيد حسني وسبب التاني إن الشريف عرفة وماهر عواد كانوا عاملين شغل عالي قوي وأفلامهم كانت مختلفة بس اللي حصل كان صدمة للكل الفيلم فشل بطريقة تكسف في شباك التذاكر وأحمد زكي كان مراهن على سعيد حسني اللي هتخليه ينزل بقلب جامد قوي قدام عاد الإمام وناديا الجندي اللي كان بيهرب من مواجهتهم طول الوقت في شباك التذاكر علشان يضمن نجاح أفلامه بعدها حاولوا يعملوا تجربة تانية وفعلا قدموا فيلم سوى اسمه الراعي والنساء وجابوا معاهم يسرى تخيل كده فيلم فيه صعيد حسني ويسرى وأحمد زكي يبقى لازم يجيب إرادات وينجح الصدمة بقى إنه ما حصلش الفيلم ما كانش تجاري خالص وما كانش فيه خلطة السينما اللي بتنجح مع الناس علشان متاخذ من رواية عالمية والنتيجة فشل تاني لسعيد حسني وأحمد زكي بيتقال إن الفيلم ده هو اللي قطم ظهر سعيد حسني وخلاها تسافر تكمل علاجها بر مصر أحمد زكي وسعيد حسني للأسف ما كانوش عارفين يعملوا فيلم تجاري يسمع مع الجمهور عكس تجربة سعيد حسني مع عادي الإمام اللي عملت معاه فيلم المشبوه وبعضين حب في الزنزانة والفيلمين كانوا خطوة مهمة جدا في تاريخ عادي الإمام عكس أحمد زكي اللي ما عرفش يستغل السنجلة كويس خالص بس لهم تجربة مسلسل هو وهي واللي عملت ناجح كبير قوي مع الناس وتقلدت كمان بس كانت يدوب 13 حلقة بس والغريبة بقى إن فيه مسلسل نفس قوي من سعيد حسني عشان طلبتها اللي ميزتها عنه وكمان هي اللي كانت بتغني كل حلقات المسلسل لوحدها ساعتها صلاح جهين حسبي وعمل له أغنية اسمها إثبت وقال له دي هتسمع زي كل أغاني سعاد وتنجح كمان قوي وفعلا حصل وكانوا هيعملوا جزء تاني من المسلسل في التسعينات بس للأسف المشروع تلغى بسبب انشغال أحمد زكي في السينما عن التلفزيون وقتها سعيد حسني كانت بدأت تتعب وثابت مصر وفي المرحلة دي اتكتبت كلمة النهاية بين أهم نجمين في مصر بطريقة مفاجأة محدش خالص كان متوقعها ترجمة نانسي قنقر